اهلا بكم شاهدين الكرام وحلقة كديدة من برنامج مؤشريني اللي نستعرض فيها بالارقام والتحليل اداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الاربعاء حيث سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات قوية لتاغلاق تعاملات اليوم مدعوما تنبع عملية شراء من جانب المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية والعربية ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي جي اكس 30 بنسبة 1.59% يبلغ مستوى 7354.56 نقطة لما زاد مؤشر الاسم الصغير والمتوسط اي جي اكس 70 بنحو 1.76% يبلغ مستوى 391.61 نقطة الارتفاعات شملت ايضا مؤشر اي جي اكس 100 للعوصة عن طاقا والذي اضاف نحو 1.13% الى قيمته يبلغ مستوى 842.17 نقطة امتدت الارتفاعات ايضا الى مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبية رئيس عادة بنسبة 1.52% مسجلا 6942.1 نقطة نتحول الى قائمة القطعات النشطة في السوق اليوم حيث كان قطاع البنوك هو الانشط بالنسبة 22.15% تلاقي قطاع الخدمات المالية بالنسبة 18.4% واجاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 17.64% بما حل قطاع المنتجات المنزلية وشخصية رابعا بنسبة 15.37% بالنسبة لفئات المتعملين داخل السوق تجه المستثمرون المصريون نحو البيع مستحوذين على 66.95% من اجمالية التعاملات بما تجه المستثمرون العرب نحو الشراء بنسبة 5.46% بما تجه الأجانب نحو الشراء أيضا بنسبة 27.59% من اجمالية التعاملات يتيهدف الوقت التي تجه فيه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على منسبة 46.21% من التعاملات في حين مالت المؤسسات للشراء وحصلت على نسبة 53.78% من التعاملات عن الأسهم الأكثر تفاعلنا تصدرها سهم حق الاكتتاب لشركة القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 24.3% تلعي سهم القاهرة للزيوت والصابون بنسبة 8.29% ثم سهم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 6% حل رابعا سهم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 5.88% أما الأسهم الأكثر خفاضا فتصدرها سهم السويس للأسمنت بنسبة 9.6% ثم سهم رابكس العالمية بتصنيع البلاستيك والإكتريليك بنسبة 7.31% تلعي سهم مصر بني سويس للأسمنت بنسبة 5.94% ثم سهم العربية للأدوية مصناعات الكيموية بنسبة 4.55% هذا وقد ربح رأسنا للسوقية لأسو الشركات المقايدة بالبرصة نحو 4.1 مليار جنيه لينهى التعملات عند مستوى 447.2 مليار جنيه وصدر التعملات بلغت نحو 464 مليون جنيه نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي ولكن قبل التقرير دعونا نعرف بتاعتنا بسطول جمع الشرمي الأستاذ أصدر عبد النعيم خبير أصدر قمال نرحب بحضرتك معنا نتابع التقرير الأولى ثم نعود لحضرتك مرة على صعود قوي أغلقت مؤشرات البرصة المصرية على ارتفاعات قوية في ختم تعاملات الأربعاء مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات والصناديق الاثثمار الأجنبية والعربية وربح رأس المال السقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو أربعة مليارات ومائتي مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى أربعمائة وسبعة وأربعين مليار جنيه ومائتي مليون جنيه وسط عاملات بلغت نحو أربعمائة وأربعة وستين مليون جنيه وارتفع المؤشر الرئيس لبرصة المصرية إيجاء الثلاثين بنسبة واحد وتسعة وخمسين من مئة في المئة يبلغ مستوى سبعة ألاف وثلاثمائة وأربع وخمسين فاصل ست وخمسين نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس سبعين من نحو واحد وستة وسبعين من مئة في المئة وشملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس المئة الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو واحد وثلاثة عشر من مئة في المئة إلى قيمته أهلا بحضرتك ومرة تانية وعودة إلى ضيفنا الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أستاذ صفوت يعني عودة البورصة بقوة للمكاسب ومربحاته اليوم 4.1 مليار جنيه كيف تحلل أداء السوق المال اليوم بسم الله الرحمن الرحيم ما ندرش نقول عودة السوق بقوة في الحركة السوق النهاردة حركة طبيعية متوقعة في أي لحظة خلال فترة شهر أكتوبر اللي هو الارتداد من مستوى الهبوط اللي تم خلال الشهر الماضي أو بإفعال التسعة أشهر الأولى من السنة فكل الارتداد دلوقتي بالنسبة للسوق بتكون مرتبطة بالارتدادات العالمية أو بالارتفاع في الأسواق العالمية أو الأسواق الأوروبية والعربية خصيصا لأننا البورصة خلال 2015 كانت مرتبطة بأحداث محلية أو إجراءات محلية وأحداث عالمية الأحداث العالمية للأسف هي اللي بقيتها معنا لأن كل الأحداث الإيجابية والسلبية أثرت على البورصة هذا العام بتأثير سلبي سواء كانت الأخبار إيجابية أو سلبية فكانت تأثير بتاعها سلبي في 2015 بالكام فأحنا خلاص فرغت كل الأمال بالنسبة لأي تأثير محلي على السوق المصري وبينها مرتبطين ارتباط لسيق مع البورصات الأوروبية وخصيصا يعني سوق النفط اللي مرتبط بكل أسواق العالم حاليا فأحنا الارتدادات اللي حصلت في الأسواق الأوروبية والبورصة الأمريكا والبورصات الأخبارية هو اللي أثر علينا النهاردة وهو اللي خلنا النهاردة ارتفاع معدل التداول بالنسبة للأجانب اللي وصل حوالي 30% أو 27% أو الغير 30% بصاف شراء قوي جدا يمكن أقوى من المؤسسات المصرية بفرق كبير بحوالي مثلا 70% زيادة عن فرق الشراء بالنسبة للمؤسسات المصرية ده كله ارتباط اللاسيك بالنسبة للبورصات العالمية إنما كأحداث جارية على الساحة أو قرارات اقتصادية عندنا في مصر ممكن نقول إن هي قدت إلى ارتداد السوق بقوة عشان مزيد من جذب السيولة لسه إحنا بصدد ده مفروض إن فيه استحقاء الانتخابات مجلس الشعب هو ده اللي ممكن الحدث الوحيد اللي ممكن يأثر إيجابي إنما أي ارتداد في الأسوال العالمية إحنا مرتبطين بيه ارتداد عندنا أي انخفاض في البورصات الأوروبية إحنا مرتبطين بيه نعم طيب لو حلنا المؤشر الرئيسي اليوم وهو ارتفع بنسبة 1.59% بختام التعاملات ويسجل 7354.56 نقطة برأيك يعني أداء هذا المؤشر ومستوية الدعم والمقاومة بالنسبة ليه بالنسبة للمؤشر طبعا كل العمليات اللي تمت النهارد ده ممكن أكبر عشر شركات في حجام التداول عاملين حوالي 60% من تداولات السوق يعني عشر أسهم بس عاملين 60% من تداولات السوق منهم كلهم مشاريات من الأجانب زي ما قلنا فما نقدرش نعول دلوقتي على رقم المؤشر بالنسبة ليه هو ارتداد السوق أم لا إنما لو هنتكلم عليه فنيا بالنسبة للسوق فنيا الفترة دية هو بيتروح بين مستوى 6900 نقطة إلى مستوى 7500 نقطة عندي مستوى 7500 نقطة ده أهم المستويات اللي أنا لازم أرأي بها خلال شهر أكتوبر اللي هتقرر معي اتجاه السوق لغاية نهاية العام ها يوم الاثنيني إما جربت عليها مرة واحدة لغاية دلوقتي قربها يعني على مشارفها فأقولي إن أنا جربت عليها مرة هجرب عليها أكتر من مرة إن أنا حاولي أخترقها أو الاستقرار فوقها في حالة الاستقرار في مستوى 7500 أقدر أقولي إن أنا هقدر أجذب سيولة أو يكون فيه تأثير محلي إيجابي أو تأثير اقتصادي إن أنا ممكن أجذب سيولة أكتر وابطري أحس بارتفاع في السوق بنهاية العام أما إذا اختلف الوضع وابطريت أنزل من مستوى 7500 اللي أنا أفارق عنه بحوالي 150 نقطة إن أنا أجرب عليه هلاء ارتفاع وارتداد ل7500 إنما لو ما قدرتش أتخطى ممكن المؤشر يتراجع خلال شهر أكتوبر تاني المستوى 6900 يبا هي دي المنطقة العراضية اللي أنا أرأي بها خلال الفترة دي مع أحداث أسعار النفط العالمية طيب حضارك ذكرت أن ما فيش أي مؤشرات على مؤثرات للسوق في الوقت الحالي بعدما تلاشت الأمال يعني بالنسبة لأي تأثير على السوق لكن هل بدأ أعتقد أن في مثلا أي يعني عوامل ممكنها تؤثر على السوق في الوقت القريب هو بالفعل أنا دلوقتي السوق المصري مرتبط مع الأسوال العالمية فما فيش أي محرك للاقتصاد والبرصة المصرية حاليا إلا تزبزف أسعار النفط اللي هو ارتفع للبردن بارح تخطى 50 دولار برينت تعمل سجل 52 ده أعتبر مستوى مقاومة هنبدأ نشوف النهاردة بإفعال البرصات العالمية السعر النفطة هيكون كام نما كمؤثرات محلية لا يوجد على الساحة الغاية دلوقتي طيب بالنسبة للمؤشر الأسوال المستغيرة والمتوسطة اي جي اكس سافندي بنجد أنه يعني بلغ مستوى 391.61 نقطة عند الإغلاق كيف تقرأ أداء هذا المؤشر؟ نفس الأداء بالمؤشر الرئيسي مع اختلاف الأرقام والمستويات أن أنا عندي مستوى دعم بالنسبة للمؤشر إي جيكس سابين عندي 370 نقطة لمستوى 395 نقطة النهاردة المؤشر سجل 390 نقطة بارتفاع حوالي 7 نقطة تقريبا 1.7 من 10 من 100% برضو هيكون عنده تجربة عند مستوى 395 نقطة اللي هو بيها نقدر نقول أن فيه تخطي أو ما يوازي مستوى 7500 في المؤشر الرئيسي النهاردة ستشاهد ارتفاعا أنا أعتقد أن الارتفاع اللي تم في المؤشر السبعيني بالرغم من التدولات الأكبر في المؤشر التلاتيني بالنسبة للجانب بس التفاقل الأفراد عايزة ابتدى يخلي فيه تحفيز للمضاربين أكتر أو ميكارات الأسهم أن هم يبتدوا يحركوا الأسهم بتاعتهم عشان يعني ينولوا جزء من الربحية في الوقت القريب سواء المؤشر ابتدى يتراجع مرة أخرى فيكونوا حياة ربحية أو يستكملوا فهم عملوا زي مستويات جديدة لكدعوم الفترة اللي جاية تكون أعلى فده اللي حصل في المؤشر إيزيك سبعيني النهاردة برضو لازم ضرورة المراقبة لي بالتوازي 395 نقطة مع 7500 في المؤشر الرئيسي هل عندنا النهاردة المصريين بيعين والعرب والأجانب شارعين يعني هل اتجاهات فئات المتعملين داخل السوق بتعكس دلائق المعاينة من نوكة نظرة؟ هو بالتفصيل النهاردة الأفراد العرب اللي بائع في السوق هم الأفراد المصريين والمؤسسات العربية المؤسسات العربية برضو دورها أو نسبتها في السوق كانت وليه لها شوية الأفراد العرب كانوا شارعين المشترط الأكبر كان المؤسسات الأجنبية أو سندية السمرة الأجنبية وكانت مركزة شراءة في بنك التجاري الدولي وبعض الأسهم القيادية ما فيش أي تحليل غير الارتفاع أو التفاؤل اللي تمت بخصوص ارتفاع سعر النفط وارتفاع المشترات الأوروبية هو اللي شجع بعض السنديق المؤسسات الأجنبية أنها تشتري عندنا وخلقت فرق التوازن في فئات المستثمرين اللي تم إنما كأي نقدر نقول إن دي أي جاذبية بالنسبة للمستثمرين الأجنبية عندنا لأ لسه ما تمش ده ونأمل إن هو يتم لو البورصات الأوروبية استقردت طيب ليه بنجد إن المؤسسات تأثرها كبير على أداء البورصة رغم قلت نسبتها في التعملات لو نتكلم عن السؤال دا نتكلم عن المؤسسات المصرية تحديدا هي المؤسسات الأجنبية أغلب الفترة في 2015 كانت يعتبر شارية وكان حتى البيع بتاعها في أقصى درجات ضعيف جدا يعني في أقصى درجات الأخبار السلبية كان بيبقى ضعيف جدا إنما البيع المؤسس الأكبر عندنا هو السندية المصرية طبعا كنا شوفنا دوت بنهاية كل الربع زي نهاية الربع الثالث السندية زيها زي الأفراد السندية زيها زي الأفراد خسرانين وعندهم وصائق استردادية يعني بيبقى فيه مقابلة استرداد بالنسبة لحاملة الوصائق كتيرة والسيولة عندهم ضعيف يعني مراكزهم المالية لو جينا شوفناها هنلاقي فيه نطب في السيولة عنده فلازم يكون عنده يطلع دايما بيع عشان يوفى السيولة عشان يقابل حاملة الوصائق هنا حاجة حاجة تانية إن المدير بتاع السندوق هو واحد يعني المدير اللي أكتر من سندوق هو واحد فالقرار الاستثماري لما ياخده لسندوق مثلا صندوق للبنك لأهل السيان أو لأي بنك هو مدير للسندية تانية فبالتالي بيبيع هنا زي ما بقى هنا بيبيع هنا أكتر وهو ده اللي بيدي تأثير في السوق إنما أي تأثير بالنسبة للمؤسسات الأجنبية أو العربية غير موجود يمكن النهاردة بس هو اللي شوفنا تأثير في بعض الأسهم القادية بالنسبة للمؤسسات الأجنبية طيب نتكلم بقى عن أداء القطاعات النهاردة القطاعات الناشطة تصدرها قطاع البنوك ثم الخدمات المالية ثم العقار ثم المنتجات المنزلية والشخصية لازم في أي ارتفاع لازم نبص القطاع البنوك لازم يكون هو أول قطاع أو أعلى قطاع بالنسبة لحجام التدول وبالنسبة للارتفاع عشان الوزن النسبي للبنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي السون نهاردة عامل 380 مليون بخلاف الكأسهم 396 مليون أحجام تدول منهم 76 مليون التجاري الدولي بعد كده بتتروح نسبة توزيع بداية من 35 مليون فقطاع البنوك دائما في الارتفاع في الارتفاع دائما هنلاقي قطاع البنوك هو الأعلى عشان وزن البنك التجاري الدولي إنما ما فيش أي ترتيب شفافية نقدر ناخدها بالنسبة لترتيب في قطاعات إن فيه قطاع أفضل من التاني في الوقت الحالي طيب تقييمك للتعاملات النهاردة بلغت 464 مليون جنيه التدولات أحجمت 464 مقسمين لـ 70 مليون جنيه سندات بشكل مؤسسات سندات والباقي 396 تقريبا هو التدول الفعلي في الأسهم في البرصة المصرية طبعا رقم مازال هزيل جدا يعني مقارنة بلناها مرتفع 115 نقطة وعمل 396 مليون وفيه شرم الأجانب المرسسات المصرية ظهرت صافي شرم ولكن حجمها في السوق هم ضعيف جدا ما بنشوفهمش إلا في جلسات العبطة وحجم البيع الكبيرة بس للأسف إحنا لسه في انتظار أي محافزات لدخول سيولة جديدة عشان نشوف أرقام تانية طيب فيما يتعلق بإعلان البورصة تنظيمها مؤتمر للتنمية المستدامة نهاية أكتوبر وإطلاقها لمؤشر الأول للتنمية المستدامة يعني كيف تعتقد أن ماتسة يضيف هذا على أداء البورصة إيه هي الأهداف اللي هي عايزة حققها من وراء هذه المبادرة وأهميةها هو دي مش حاجة جديدة البورصة تنشئها والتنمية المستدامة هي برعاية العم المتحدة بخصوص تفعيل دور البورصات مع الدور الاجتماعي أو مشاركة المشاركة الاجتماعية في الاقتصادية يعني إن أنا إزاي ما بقاش تمويل بس إن أنا بقى تمويل وفقا لخطة إزاي التمويل ده يفيد شركات متنهية الصغر الخاصة بالبطالة أو بالتشغيل العمالة اللي هو يكون فيها جانب اجتماعي أكتر فهي مش حاجة جديدة إنما كتأثير عشان أقول تأثير عندي هيعمل إيه لا مالوش أي تأثير خالص ممكن يباني الفترة الجاية غير إن هي صورة أكتر للبورصة المصرية بين البورصات العالمية إنما تجزي بسيولة أو تأثر على سوء بالرتفاع الخفاض لا طيب النهاردة شريف سامي رئيس الهيئة العمل للرقابة المالية كشف عن تعديل مادة في قواعد قيد وشط بالأوراق المالية بالبورصة تعليق حضرتك على هذا التصريح هي كلها إجراءات روتانية بالنسبة للإجراءات الجديدة كلها إن أنا أزود عدد الشركات المدرجة في البورصة ولكن أنا لو هتكلم كتعليق أنا مش محتاج أكتر من إن أنا أنشط إزاي الشركات اللي عندي في البورصة كإجراءات تزود من الربحية بالنسبة للشركات دي عشان تكون هي المراوج الأساسي بالنسبة لجازب أي سيولة خلاجية إنما أي إجراءات عشان أزود الشركات المدرجة وعمل طرحات جديدة أعتقد ده إحنا في غنى عنه خلال الفترة دي تقدموا عندنا تنشيط هام للشركات المصدرة في البورصة المصدرية طيب النهاردة المهندس ماجد حلمي رئيس شركة ودي دجلة الترمية العقارية وهي شركة حيالها ثقلها في القطاع العقاري أعلن عن قرب إدراج الشركة في البورصة هل بتعتقد أن ده سيضيف إلى أي مدى لأداء البورصة للقطاع العقاري مدى الإقبال أيضا على أسهم هذه الشركة بالنسبة للإقبال هيتوقف على السعر اللي هنزل بيه كام ومش شرط كام أنه هو رخيص أو غالي لا أنه هو القيمة العدلة فعلا قيمة حقيقية وأن الطرحة هيتم بقيمة حقيقية أم لا ما بقاش زي مشكلة سهم إعمار اللي تم الطرحة به بشركة كبيرة وقلنا هتزود نشاط العقارات في مصر وكده بس اختلفت فيه اختلفت في سعر الطرح يعني سعر الطرح اللي نزل مش هنقول مغالا فيه لا سعر الطرح نزل بصورة غير عادلة واسلوب الطرحة كمان بالنسبة للشركة الطرحة أو الهيرمس أنه كان فيه طرحة مسبق لها ده فشل الطرح الأساسي يعني كان ممكن السعر يكون عادل والإجراء يكون عادل لو ما كانش فيه إجراءات سلبية تصبك هذا الطرح زي ما تم في شركة اعمار فسواء شركة دجلة أو أي شركة تانية المهم من البورصة والتعاون يكون مع البورصة وهي تسوي المال فيه هل القيمة دي عادلة وهل فعلا أسلوب الطرحة يتم بمنتهى الشفافية أم لا طيب نعرف بقى النصائح حضرتك للمستثمرين إيه وحسألك طبعا بعد كده على توقعاتك للأداية هو النصائح طبعا وفقا للتوقعات ونبدأ بالتوقعات الأول التوقعات احنا خلاص عدنا السنة اللي احنا كنا نأمل فيها لـ 2015 خلصت بكل استحاقاتها ما عندناش أي حاجة تانية تشكيل مجلس الشعب مجرد انعقاد وهو ده اللي هيكون المؤشر الرئيسي للاستقرار السياسي أو التشريعي في مصر التوقعات كلها تكون مبنية على توقعات بالنسبة للبرصات العالمية بالنسبة للتزوز واسعار النفط اللي احنا مستنين اجتماع بالشعر خلال هذا الشهر عشان نشوف هل هيزيدوا فعلا هيفضلوا في الانتاج بتاعهم من منظمة الأوبك ولا هيكون عندها اتجاه للتخفيض هذه التخمة من المعروض في سعي فعلا فيه قرار من روسيا يعني بتحس منظمة الأوبك على النهاية تقالل المعروض شوية هو ده اللي ممكن يرفع لأسوأ الفترة اللي جاية نعم بنشكرك الأستاذ ده أستاذ فت عبد النعيم كبير أسواق المال شكرا لحرصتك جدا شهرين أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء